تعددت الأسماء والموقع واحد حائط البراق أم حائط المبكى جزء من الحرم القدسي أم بقايا هيكل سليمان والأهم السيادة لمن سؤال بقدم الصراع الدائر والذي لم ينتهي بعد ربط هذا الحائط بحادثة ومعجزة الإسراء والمعراج ومعلوم أن معجزة الإسراء والمعراج هي عقيدة للمسلمين وبالتالي الحائط مرتبط بعقيدة المسلمين حائط المبكى هو الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان وهو أهم معلم ديني وتاريخي لنا كل تاريخنا يكمن في هذه البقعة طرف النزاع على الدوام جندت تاريخ والسياسة لتكن الغلبة لهم فيما ساد الاعتراف الأمريكي الأخير بالقدس عاصمة لإسرائيل الموقف ليستشهد به طرفا دون آخر بأحقيته في المكان دون سواه أتمنى أن يتغير الوضع وأن المزيد من اليهود سيزورون الحرم المقدس لليهود وأن يكون الحرم مكان للتعايش والسلام خلافا لما هو عليه اليوم عصبة الأمم عام 1930 قررت وأعلنت بأن هذا الحائط هو وقف إسلامي وهو خاص بالمسلمين وأن هذا الحائط لا يمكن أن يكون لليهود أو أن اليهود لهم علاقة به أبدا خلافا قديم بقدم الديانات السماوية يشتد تارة ويخفو تارة أخرى فيما تبقى القدس محور الأديان ومفتاح الحرب والسلام حائط البراق أو المبكة يعتبره الفلسطينيون جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى لكن ينظر الإسرائيليون إليه بكثيرا من القداسة أيضا في مشهد جعل من هذا المكان رمزا لحرب الرؤى المستمرة منذ قرون حول هذه المدينة من القدس لليوم على الحرى عيناء بحلبي